بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين في المحاضرة العاشرة الجزء الثاني حديثنا عن المسائل في النظام السياسي المتعلق بفقه الأقليات المسلم منها حكم التجنس بالجنسية الأجنبية اشتراك المرأة في الانتخابات والتصويت وفي مؤسسات الشورى تعرفين أن المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب بتعترضه قضايا كثيرة خاصة ونحن أقلية ومسائل كثيرة متجددة أي حد تنازلة تعترض العالم الآن بنجد أن بتخلق أسئلة كثيرة جدا زي كورونا لفاتدي خلقت أسئلة كثيرة جدا ونوازل مستجدة كثيرة جدا في العبادات المعاملات في العلاقات الاجتماعية في قضية الولاء والبراء وبالتالي لابد العلماء المسلمين أن ينظروا ويجتهدوا في هذه القضايا حتى يمدوننا وخاصة الذين يعيشون في بلاد الغرب كأقلية بالأحكام الشرعية المناسبة بما يحفظ علينا الدين والإسلام وربما ما يصلح لأقلية في مجتمع ما من أحكام وتشريعات قد لا يصلح في أقلية أخرى في مجتمع ذي طبيعة أخرى وما يصلح للمسلم في بلاد العالم الإسلامي قد لا يصلح للمسلم في مجتمعات غير إسلامية لذلك نقول أن أحكام الأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية تحتاج إلى كثير من العناية والدراسة والبحث والاجتهاد على جميع المستويات السياسية الاجتماعية الثقافية الفقهية الفكرية في كل شيء وكثير من الأحكام التي أغطيت لتلك الأقلية تحتاج إلى إعادة نظر واجتهاد لأن معظم الذين تصدروا الفتوى في البداية كانوا ينقلون من الكتب القديمة وكانت أحكام متسرعة لم تدرس واقع الأقليات على أكمل وجه مما أعطى أحكام مجانبة للصواب أحيانا ما احترمنا العلماء المسلمين في اجتهادهم فنحن عندنا ثقة في أنهم فعلوا ذلك بآليات علم الاجتهاد وبنياتهم الصالحة فلهم أجران إن أصابوا وإن هم أخطأوا فلهم أجر ومعظورون المسائل في علم الأقليات قبل أن ندخل لها لابد أن نتكلم على تعريف الأقليات المسلمة نحن ذكرنا ذلك قبلا ذكرنا ذلك لكن خلينا نعيد مرة أخرى في التكرار الإفادة الأقليات هذا مصطلح سياسي العرف الدولي جرى عليه بيقصد به مجموعة أو فئات من رعاية دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه الأغلبية يبقى جماعة قلة لهم صفات مميزة من حيث العرق أو اللغة أو الدين وبتعيش في وسط أغلبية أخرى لا تنتمي لهذا وبتشمل مطالب الأقليات عادة المساواة مع الأغلبية مساواة مع الأغلبية وأنتوا عارفين يعني حجم العنصرية وإن لم تكن ظاهرة يعني حتى الناس لما يجي دوروا على سكن يقول لك اسكم في الأماكن اللي فيها البيض ليه؟ عشان إيه؟ يقول لك خدمات أفضل خدمات أفضل فالعنصرية لها مظاهر كثيرة جدا والأقليات عادة تطالب بالمساواة مع الأغلبية في الحقوق المدنية السياسية مع الأعتراف لها بحق الاختلاف والتميز في مجال الاعتقاد والقيم بناء عليهم كنا القول بإن المرد بالأقليات المسلمة هي إيه؟ تلك المجموعات الصغيرة المجموعات الصغيرة من المسلمين التي تعيش ضمن رعاية دولة من الدول الأغلبية فيها لغير المسلمين الأغلبية فيها لغير المسلمين مجموعة صغيرة بتعيش في مجموعة أكبر من غير المسلمين الأقليات العلماء سموا فقه الأقليات ومنهم من جعله فقه خاص بالأقليات المسلمة نتيجة للخصوصية الاجتماعية السياسية كذلك الثقافية اللي بتنتمي إليها تلك الأقليات أنت عارفين الكالتشر العادات هنا مختلفة تماماً عن عادات المسلمين أو البيئات التي أتينا منها لكن في نفس الوقت في كثير من الناس بيتوجسوا خيفة من هذه الدعوة ويحضروا منها ومنهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وأوجز رأيه في الموضوع قال ليس صدفة طلاقي الدعوة إلى فقه الأقليات مع الخطة الرامية إلى تجزئة الإسلام في الوقت الذي يخطط أئمة الغزو الفكري في العالم لتجزئة العالم الإسلامي لتجزئة العالمي الواحد إلى إسلاميات إقليمية متعددة إسلام أمريكي إسلام أوروبي إسلام هندي إسلام صيني إسلام روسي إسلام مشرقي إسلام مغربي ومن ثم مختلفة ومتصارعة تتعاظم الثلح في الأصوات الدعية إلى إيجاد ما يسمونه بفقه الأقليات وتفصيله كسوة إسلامية مناسبة للإسلام الذي يتنامى اليوم في الغرب بشطريه الأوروبي والأمريكي دون الإسلام الآخر المنتشر في الأوطان الإسلامية عامة وهذا كلام فيه نظر كلام فيه نظر نحن نعيش هنا في الغرب وما يستطيع فقيه الأقليات أن يبني على حكم إلا إذا علم الناس القواعد الأساسية والأصولية الحقيقية في الإسلام ولا اختلاف إلا في الفرعيات والفرعيات هذه قد تختلف قد تختلف حتى لما فتح المسلمين في زمان عمر وبدأوا يفتحوا وتتوسع الدولة الإسلامية اختلف الفقه كثيرا وأصبح هناك اختلاف بيقول قلت سائلا ما هي المستندات أو الأسس التي ينبغي أن يستولد منها فقه الأقليات فقيل لي إنها كثيرة قائدة المصالح الضرورات تبيح المحظورات المشقة تجلبي التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج قلت هذه المستندات ليس خاصة للمسلمين المقيمين بأوروبا وأمريكا بس إنها مستندات للفقه الإسلامي العالمي وهو لا وطن له وده كلام صحيح ولم تكن يوما ما مستندات لما تسمونه فقه الأقليات دون غيره فحيثما وجدت الضرورة بمعناها الشرع المعروف ارتفع الحظر المسبب لها وإنما وجدت المشقة التي تتجاوز الحد المعتاد تثبت الرخصة الشرعية المتكلفة برفئها فهي استثناء من العزيمة وحيثما تعرضت المصلحتان في سلم المقاصد الشرعية قدمت الأولى منها فقه الأولويات منهما ولم نجد في قرآن أو سنة ولا في كلام أحد من أئمة الشريعة الإسلامية أن هذه المستندات خاصة بحال الأقليات التي تقيم في ديار الكفر فلا يجوز لغيرين من المسلمين في العالم الإسلامي الأغذي بها والاستناد إليها قيل لي أن الضرورات التي تنبثق لتخرج منها الحاجة المسى إلى فقه خاص بتلك الأقليات نابعة من وجود المسلمين في مجتمعات غير مسلمة لها خصوصية متميزة عن المجتمعات الأخرى فسألهم أي إسلام هذا الذي يقرر أن مجرد وجود المسلم في دار الكفر يعود ضرورة تبرر تشريع فقه إسلامي خاص به بينسجم مع ما يحضبه من طيارات الكفر والفسوق والأسيان إذن فلماذا شرع الله الهجرة وأمر بها من دار الكفر إلا أن يترح للمسلم تطبيق أحكام الإسلام فيها والحمد لله كل هذه الأمور انتهت الآن المسلمين بقى لهم صفة مميزة في هذه البلد وفي كل بلاد التي يتوجدون فيها صحيح بعض البلاد مثل فرنسا الكافرة هذه المتعصبة للكفر هذه بحاولوا يضيقوا على المسلمين لكن ما زال المسلمون يقيمون شرائعهم شرائعهم بقدر ما يستطيعون وذكر أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن يهاجروا من البلاد التي لا يستطيعون أن يعيشوا فيها ويقيموا شريعة الإسلام قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة وساءت مصيرة هذا الذي قاله في استدلالاته في عودة المسلم إلى هذه البلاد وقال إن المسلم لا يحل له أن يعني يجلس بين ظهراني الكفار وهذا منطبئه بعدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وإذا كنا بن استبشر بتزايد المسلمين في الغرب مع التزامهم بالإسلام وانضبطهم بأحكامهم بأحكام الإسلام ده بيبعث على ذوبان الحضارة الغربية الجانحة في طيار الحضارة الإسلامية لكننا في ظل الدعوة الملحاة إلى ما يسمى بفقه الأقليات نعلم أننا مهددون بنقيد ما كنا نستبشر به مهددون بذوبان الوجود الإسلام في طيار الحضارة الغربية الجانحة بضمانة من هذا الفقه وطالب الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يتكلموا في هذا الحقيقة أن دكتور رمضان البوطي رحمة الله عليه كان مبالغ أوي في هذا الكلام لأن الأقليات وإحنا منهم في حاجة إلى بيان كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات والعبادات التي لا توجد أصلاً في بلاد الشرق أو بلاد المسلمين ولا يعني هذا أبداً الدعوة إلى تجزئة الإسلام أبداً إن هذه أمتكم أمة واحدة أو التفريق بين فقه الأصلي واجتهاد آخر لا أبداً إنما الفقه والاجتهاد واحد يوصل بوحدة أصوله وتشريعاته إلى حقيقة الإسلام في مجموعات مختارة من تلك القضايا والمسائل منها حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء أمام القضاء في أمريكا ما بيعملوش كده بيقولك ارفع إيدك وقسمه خلاص أنت تقول الحقيقة المجمع الفقه الإسلامي اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع اليد المسلم على التوراة والإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان النظام القضائي يوجب ذلك يوجب ذلك على الحالف استعرض المجلس أراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحالف به وما لا يجوز في القسم بوجه عام وفي اليمين القضائية أمام القاطع وانتهى لا يجوز الحالف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت اثنين وضع الحالف يدعو عند القسم على المصحف أو التوراة والإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليض اليمين ليتهيب ليخاف ليخشى الحالف من الكذب تلاتة لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحالف على التوراة والإنجيل لأن النسخ المتداولة منها الآن محرفة وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا مهيمنا نسخت ما قبلها من الشرائع أربعة إذا كان القضاء في بلد ما حكم غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة والإنجيل أو كليهما عن المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرها ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيما وضحت الصورة؟ هذه واضحة؟ نعم دكتور نعم 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 ن